اشتركوا في القناة 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 اهلا بك كابتن عيسم وان شاء الله خطوة موفقة ان شاء الله المنتخب مصر النهاردة يوصل بها النهائي ويسعى الجمال الشعب المصر ان شاء الله ايضا برحب بنجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن فوزي فضالي اهلا بك كابتن فوزي اهلا بك يا كابتن عيسم وسعيد باشتراكي مع الجواهر لعبة كرة اليد سواء كابتن ابراهيم او كابتن مصطفى طبعا كابتننا كلنا والابن العزيز كابتن محمد وبيك وان شاء الله خالص تمنياتنا بالتوفيق النهاردة لمنتخب مصر كابتن فوزي بتيدي وحضرتك بقى ونتكلم عن مباراة النهاردة مباراة مهمة طبعا اكيد شايف مباراة النهاردة ازاي بعد ما انقضى اربع مباراة لكل فريق تلت مباراة في المجموعة ودور التمانية في اكيد خلاص كل الفرق بقت واضحة يعني اسالبها وفنياتها شايف النهاردة ازاي بسم الله الرحمن الرحيم اولا النهاردة اعتقد انه هو نهائي مبكر للبطولة التاريخ بيقول ان البطولة ما رحتش غير لثلاث فرق هم بالترتيب تونس مصر والجزائر واحتلت تونس في الاول ليه لان هي اكثر حصولا على هذه البطولة لكن هي اكثر حصولا على هذه البطولة لان احنا فيه بطولتين اصلا مشتركناش فيهم فاذا التتويج للثلاثة فبنقول ان ده نهائي مبكر المباراة النهاردة هتكون مباراة قوية مش هتبقى مباراة سهلة للطرفين اعتقد ان منتقب مصر تدرج لحد ما وصل لمنتقب تونس منتقب تونس برضو تدرج في المجموعة بتاعته لغاية لما وصل للقاء منتقب مصر الفرقتين فيه حزازية دائما في مباراة لتنافس هي مش هتبقى مباراة لتنافس مباراة لتنافس جامد الى نهايات كاس العالم في خمسة عشرين اشكرك يا كابتن 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 محمد شاف مباراة النهاردة ازاي خاصة ان خلاص مفيش فريق يقدر يعني يخبي او يداري فنياته اربع مباراة كانت كفيلة ان كل فرقة تحفظ التانية خاصة دلوقتي تقنيات الفيديو وتقطيع الهجمات والدفاع خلاص كل فريق بقى عارف التاني شاف مباراة النهاردة ازاي وطبعا ما فيش كلام يتقال طبعا على الكلام اللي حالي يتقولها كابتن هايسم فعلا الامور بقتوضحة للفرقة المتنفسة اللي وصل للدورة الاربعة بالذات منتخب مصر مباراة منتخب مصر وتونس لها طبع خاص لاني طبعا احنا عارفين القوة العظمى في القارة افرقية حاليا تونس ومصر فالفترة الاكيرة طبعا المنتخب بتاعنا ماشي بقطة سابتة والامور ماشي في الاتجاه مصر خصوصا في الثلاث القابل الاكيرة اللي بتقول تقوم افرقيا بيسعى المنتخب تونس انه هو يكون متواجد ان شاء الله في مباراة النهاردة ويحاول انه هو يخش يعني المباراة وهو يعني عايز يبقى منافس قوة لمنتخب مصر ان شاء الله اللي انا حاسه بالنتاج بتاعت منتخب مصر في الادور الاولى والتهيئة اللي انا شفتها عن قرب انا بقول لحركة عن قرب لان انا كنت قريب من المنتخب ان شاء الله ان شاء الله نعمل حاجة كويسة لمنتخبنا في البطولة دي بعد الفوز والتقالي النهائي كابتل براهيب يعني شايف النهاردة كلمة السر في الفوز ايه لو قلنا ان لو حضرتك النهاردة بتتوجه رسالة للعبين للجماهير ايه كلمة السر بالفوز في مباراة زي دي يعني انا بقول لكلمة السر هي الفرحة مع صفارة الحكم يعني ما استعجلش المكسب في البداية الا مع صفارة الحكم بالنهاية افرح بقى وان شاء الله تبقى المكسب مع التركيز الشديد يبقى هدفي المكسب والتركيزي ان انا امنع الاي فرص للفريق التاني واحقق كل الفرص اللي بتجيني اللي بتجيني وده اللي هيبقى ان شاء الله تبقى فرصة الفريق المصري ان شاء الله اكبر وزي ما قال كابتن عبدالله وكابتن فوزي فضالي ده هدفنا الحصول على اللي نكسب النهاردة والنكسب ان شاء الله ماتش جاي عشان التأهل للأولمبياد وان شاء الله وده كل وان شاء الله يكون ده اللي هيحصل فعلا ان شاء الله وانبارك للمنتخب المصر في نهاية وانبارك لكل الجماهير المصرية ان شاء الله اكيد بطولة مهمة وعلى الارض مصر كابتن مصطفى شايف المباراة النهاردة ازاي وهل تتفق مع ضيوفي ولا يعني تونس الحقيقة عاملة بطولة قوية يعني تونس بامانة من الفرق اللي ظهرت في الاربع مراتي فات بشكل جاي فالنهاردة اختبار حقيق لينا وليهم شايف مباراة النهاردة ازاي كنت بالنسبة لينا احنا وتونس يعني من ست سنوات تونس ما كذبشناش يعني البطولة البطولة بتاعت 18 تونس هي اللي فازت فيها 26-24 البطولة بتاعت 20-20 مصر فازت 27-22 بطولة 22 مصر فازت على تونس 29-27 بطولة 24 اللي احنا بنلعب فيها للوقت يعني متهقل احنا هنكسب وهنكسب بفيه فرق برضه هنكسبه متوقع كده 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 لان احنا فرقتنا تعدد اعداد كويس قوي صحيح من جميع جوانب يعني اذا كانت مدرب مدرب هايل ممتاز اذا كانت الاعداد والبطولات اللي هم لعبوها من من القيادة السياسية طبعا موجودة بالدعم كبير الوزارة الشباب والرياضة برضو دعم كبير الاتحاد برضو يعني خطط خطط للفرقة في الاعداد بتاعها الفني والاداري حتى كمان نعم فهيبان ده في المباراة بتاعت النهاردة اللي هي تعتبر يعني نهائي مبكر البطولة وان شاء الله طبعا البطولة دي يعني مصر هنقول مصر ومصر ومصر ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن بإذن الله وانبرك لبعض بعد المباراة ويكفي ان هذه البطولة الحقيقة تحت العيد فخامت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية هذه البطولة طبعا واكيد لابت كرة اليد هي لابة الشعبية التانية وفردت نفسها بعد نتائج منتخب مصر الرائعة في كثير من المحافل بس خلينا استعلق مع حضركم بعض الارقام المهمة تاريخ البطولة وتاريخ بطولة امم افريقيا على مدار تاريخها تونس عشر القاب مصر تمن القاب ان شاء الله يكون البطولة دي هي اللقب التاسع والجزائر سبع القاب وزي ما تفضل كابتن فوزي فضالي وقال ان هم تلت دول فقط في شمال افريقيا هم اللي حصلوا على هذه البطولة تونس ومصر والجزائر تونس كانت في السبعينات يعني هي في الجيل الزهبي السبعينات مصر من اول التسعينات وحتى الان الحقيقة والجزائر كانت في التمانينات الجيل الزهبي للجزائر طيب عايزة استعرض بحلالكم برضو لقاءات ثمن النهائي او دور التمانية كانت المباراة الاولى الرأس الاخضر والمغرب الرأس الاخضر فازت 31-22 ايضا الرأس الاخضر هنا بتحط بصمتها وبتتأهل زي كرة القدم وبشكل منتخب جيد زي ما قلنا الرأس الاخضر عاملة طفرة كبيرة يمكن انا حضرني هنا كرة السلة وكرة اليد وكرة القدم الرأس الاخضر تلك الجزيرة الصغيرة الحقيقة عاملة يعني شغل كويس جدا في الالعاب الجماعية اللقاء التاني كان الجزائر والكلغو الديمقراطية وفريق الجزائر الشقيق فاز 36-23 مصر وانجولا ولنقناها على شاشة قناة النادي الاهلي اول امس فازت مصر 37-25 اما اللقاء الرابع فتونس وغنية وفازت تونس 37-24 يعني واضح جدا من النتائج اللي شفتوها حضراتكم في دور ثمن النهائي الفارق بين الفرق المشاركة اللي اربع فرق عليين جدا واربع فرق الحقيقة كانوا اقل زي ما حضركم شايفين دي لقطات من الارض الملعب وصالة واحد بتتزين طبعا مباشرة زي ما حضركم شايفين صالة واحد يعني بتتزين بشكل كبير وشكلها الحقيقة صالة يعني اوروبية بمعنى الكلمة والاستعداد كان جيد وكل الدعم كان من وزارة الشباب والرياضة الدكتور اشف صدحي وطبعا رئيس هيئة استاذ القاهرة يعني هيئوا الصالة بكل شيء بحيثنا تظهر بالمظهر لحضركم شايفينه ده لان الصورة دي اكيد بتتنقل لكل حتة في العالم زي ما قلت لحضراتكم في البداية النهاردة نصف النهائية عبارة عن لقائين مصر وطونس والجزائر والرأس الاخضر هيكون الساعة تمانية ونصف ان شاء الله طيب سريعا كده يمكن كابتن ابراهيم لو يعني تتفضل نتائج مصر في المجموعة كانت ايه وكانت ماشية ازاي يعني برضو محتاجين ناخد يعني زي مؤشر او نتذكر حضراتكم بنتائج مصر كابتن ابراهيم تتفضل هي مصر كانت في المجموعة التانية اللي كانت بتشمل مصر وغينيا والكونغو والكاميرون اه وابتدت مصر الاول مطش ليها مع غينيا وكانت نتيجتها اه 33-15 والمطش الثاني كان ما بين مصر والكونغو والنتيجة بتاعتها كان 34-19 والمطش الثالث كان مع الكاميرون 35-16 وفي الربع النهائي في لول الثمانية كان مصر بتلعب مع انجولا وكهلقت فيها نتيجة 37-25 اشكرك يا كابتن ويظهر جليا تفوق منتخب مصر في كل اللقاءات بفارس كور كبير اجيلك كابتن مصطفى يعني محتاجين برضو نستعرض مع السادة المشاهدين ناتاك تونس عشان برضو السادة المشاهدين يبقوا عارفين احنا يعني تونس عاملت ايه في مجموعتها وكانت فأني مجموعة ولقاءاتها كانت شكلها ايه اتفضل يا كابتن مصطفى احنا يعني الوجه العام انا شايف ان النتايج كلها ما عدتش الاربين اللي فيه مباراة واحدة بس اللي هي تعدت اللي هي تونس وكينيا نعم اللي هي 59-18 وكل النتايج بتعد بجميع المجميع كلها تحت الاربعين نعم يعني تونس مع كينيا 59-18 وده الفرق الوحيد اللي عدى الاربعين نعم تونس وناجيريا 36-19 تونس 33 مع انجولا 30 نعم فبالتالت تلات تونس وتلات غينيا نعم فده يعني دي الظاهرة اللي هي موجودة حاليا دلوقتي ازاي النتايج كلها متخربة نعم يعني لما يجي حتى الفرق الاهداف اللي ما بين المباراة والمباراة ما بيتعديش الصحيح العشر هدف او الخمسة الهدف نعم طب دل بيدل على ايه علي يا جب بيدل على ان في الدفاع مع الهجوم في تواثق ما بينهم الاتنين نعم ازا كان هنا في ضعف في الدفاع يبقى هنا في ضعف في الدفاع ازا كان هنا في ضعف في الهجوم هنا في ضعف في الهجوم ازا كان في كوة ضربة هنا برضو هنا كوة ضربة هنا نعم فالنحة الفنية متخربة كلهم بتفرق في حيث إذا كان فيه هجوم خاطب إذا كان فيه الدفاع نفسه في الواجبات كل واحد حافظه الواجبات بتاعته دي اللي بتفرق مع الفرق النتيجة النفسية أشكرك يا كابتن وبرضو حضرتك أكدت نقطة مهمة أن المستوات الفنية متقربة ولكن يتبقى هنا أن الخبرات ونوعية اللعيبة وتنفيذ الخططي أجيلك يا كابتن عبدالله محتاجين يعني نستعرق كمان قائمة منتخب تونس النهاردة لازم السادة المشاهدين يعرفوا مين اللي هلعبهم؟ مين منتخب تونس؟ خاصة أن فيه بعض الأسامي اللي لعبت في مصر وفيه بعض الأسامي اللي مشهورة للجمهور المصري فاستأذن حضرتك تستعرض معي منتخب تونس وكابتن فضالي هيبقى منتخب مصر إن شاء الله اتفضل لك الترفيه عندنا حارس المرمى أصيل النملي رقم واحد ورامي الفقيه رقم تمانية بلاي العيديني العبدالي رقم عشرة محمد عزيز عبادي رقم ستاشر ده حارس مرمى برضو أسامة حسني ده 17 طبعا مش أسامة حسني التعبورة طبعا قدتل أسامة طبعا مصباح الصنعي طبعا محترف في الإمارات في نادي النصر الإماراتي يوسف معرف كان محترف في النادي الأهلي وحاليا بيلعب في الدور التونسي أسامة رميكي رقم 23 عبدالحق بن صالح رقم 25 أسام روزيق رقم 27 ياسين بن سالم 33 ريان زرياط رقم 39 وجسان تومي رقم 55 ياسين بالقايد رقم 61 ومروانش ويرف رقم 90 ومهدي صدري رقم 94 أنور بن عبدالله رقم 96 وإسلام الجيالي رقم 98 نعم إسلام الجبالي رقم 98 ده كان آخر يعني لاعب في قائمة منتخب دونس دولارت يا كابتن هيسم مفروض 18 لعيب بيستبعدوا منهم اتنين لعيبة قبل المباراة في ساعة قبل المباراة أكيد هنعرف كمان اللي تم استبعده من وهنبلغ حضراتكم أروح لكابتن الكبير كابتن فوزي فضالي نستعرض قائمة منتخب مصر يا كابتن طبعا على رأس القائمة الأول الجهاز الفني الأسباني أخوان كارلو أستور المدرب الأسباني وده حصل على كاس العالم مرة قبل كده مع أسبانيا نعم كابتن هاني الفخراني مدرب العام وكابتن هاني له تاريخ وباع كثير فيه أكثر من بطولة من بطولات العالم كابتن نورة بوزيد المدير النشط جدا لمنتخب مصر سيرة مدرب حراس المرمى دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب محمد إمام المحل الفني منوال أرتيج المعد البدني محمود سعيد إداري الفريق القائمة يعني هما 18 لعيب برضو حيتم يعني استبعاد 2 لعيبة من 18 لحد ما جلنا هما على الآتي يحيى خالد رقم 5 عبد الرحمن فيسر رقم 10 أحمد خيري 17 إبراهيم المصري 24 يحيى الدرع 39 حسن قداح 42 سيف الدرع 45 مهاب سعيد 48 أكرم يوسري 53 محصر رمضان 55 أحمد هشام سيسا 79 أحمد عادل 80 كريم هنداوي حرص المرمى طبعا 88 محمد ممدوح حاشم 89 علي زين 90 محمد سند 91 محمد علي 92 ومحمد عصام الطيار 96 90 طبعا دون 18 لعيب هيتم استبعاد أشكرك كابتل فوزي وخليني برضو استعرض مع حضراتكم سريعا بعض الإحصائيات لمنتخب مصر وتونس في هذه البطولة تونس الأكثر إحرازا للأهداف ومصر الأقوى دفاعا دي كانت الرؤية لإحصائيات أربع مباريات في البطولة أقوى خط هجوم حتى الآن ومنتخب تونس في البطولة أحرز 165 هدف في أربع مباريات بواقع 41 واثنين من عشر هدف في كل مباراة وأكيد زي ما تفضل كابتل مصطفى وقال أن مباراة كينيا لما وصلت لخمسين هدف هو ده إلا عل متوسط إحراز الأهداف لمنتخب تونس أقوى خط دفاع وده اللي يهمني الحقيقة ويهم أكيد ضيوف الكرام أقوى خط دفاع وخط دفاع منتخب مصر دخل في مرمى 75 هدف بواقع 18 75 فاصل 75 من المية هدف في كل مباراة والحقيقة هو ده اللي يهمنا بالدفاع تستطيع أن تحسم البطولات وليس بالهجوم فقط مشاركات المنتخبات أفريقية برضو أستعد محلقكم بعد الأرقام منتخب تونس شارك 25 بطولة وأيضا منتخب مصر شارك في نفس العدد 25 بطولة ولكن ألغيت نتائج أول مشاركتين لنا ليصبح عدد المشاركات المسجلة 23 مشاركة فعلية لمنتخب مصر زي ما قلت حضراتكم عدد بطولات حتى الآن لألفرق تونس 10 ألقاب مصر 8 ألقاب والجزائر 7 ولكن احنا هنا في المقارنة بين الفريقين هدف المنتخبين هدف منتخب مصر اللعب محمد سند حتى الآن في البطولة وأحرز 18 هدف هدف منتخب تونس اللعب عصام روزي وغسان تومي غسان تومي وعصام روزي أكيد النهاردة أخوان كارلوس باستير المدير الفني واللعبين أكيد حللوا الأرقام دي وعرفوا إزاي يعني يكون نوقف هؤلاء الهدفين لأن الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم احنا أقوى خط دفاعي وده الحقيقة اللي بيعتمد عليه أو المدرسة الأسبانية تصنيف المنتخبين دوليا منتخب مصر في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي آخر تصنيف يعني منتخب مصر يحتل المركز الخمستاشر وانضم للاتحاد عام اتحاد دولي عام 1969 منتخب تونس في التصنيف الأخير اللي صدر في النشرة الأخيرة للاتحاد الدولي يحتل المركز ستة وعشرين على مستوى العالم والتحق بالاتحاد الدولي سنة 62 1960 هنا بنتكلم أن مصر الحقيقة ترتبها الدولي أو الرانك الدولي بتاعها منتخب تونس هنا الأفضلية لمصر دوليا ولكن الأرقام يعني الحقيقة مهمة ولكن الأداء إذا ما تفضل ضيوفي والكرام الأداء في الملعب هو اللي بيحسن يعني أنت التاريخ والجغرافيا وكل الكلام ده مهم ولكن في النهاية الأداء داخل الملعب طيب خليني بس سريعا يعني نقطتين كده قبل الفصل أستعرض مع حضراتكم مواجهات المنتخبين التقى المنتخبين خلال 21 مقابلة من قبل من قبل المقابلة دي 21 مرة تقابلنا في البطولات الرسمية حققت تونس الفوز في 12 مرة مقابل 9 مواجهات لمنتخب مصر إذن الأفضلية في المواجهات المباشرة لمنتخب تونس وده طبيعي لأن منتخب تونس حققت 10 ألقاب ومصر بحققت 8 ان شاء الله يكون النهاردة الفوز العاشر لمصر على حساب تونس عشان نقل حتى الفوز في المواجهات المباشرة المباراة الأولى كانت عام 1979 التقى المنتخبين في مواجهتين حققت منتخب تونس الفوز في اللقاء الأول في دور المجموعات ثم عادت وحققت تونس الفوز الثاني في نهاء البطولة بنتيجة 21.15 المباراة التالت كانت عام 1981 حققت منتخب تونس الفوز في لقاء تحديد المركزين التالي الرابع بنتيجة 21.17 هكمل محضراتكم أكيد باقي اللقاءات ولكن نطلع لفاصل سريع عزيزي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطياتنا المستمرة مصر وتونس في قبل النهاية بطولة أفريقيا بطعم النهاية ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما عودناكم في تغطياتنا الخاصة بتبقى مع منتخب مصر أو نادي الأهلي بنروح لأرض الملعب وبنرح لحضراتكم أجواء ما قبل المباراة بتبقى فرصة كويسة أن احنا نشوف ونحس بأرضية الملعب واللي بيحصل فيها خلينا نروح للزميلة العزيزة هنا أبو القاسم عشان نعرف إيه اللي بيتم في أرض الملعب بس يعني ممكن نتأخر شوية على الازهاب هناك يمكن بعض التزبيطات تمام هنا أبو القاسم جاهزة خلينا نروح نشوف استعدادات ما قبل المباراة فضلي هنا برحب بيك يا كابتن هايسم وبضيوفك الكرام نجو من الستوديو التحليل الكبار وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ومن داخل صالة استاد القاهرة هنقل لكم كل الأجواء وكمان الاستعدادات قبل انطلاق المباراة المرتقبة طبعا بين منتخبنا الوطني ومنتخب تونس وسامي فاين الكاس الأمم الإفريقية يعني قبل ما أبدأ الحقيقة أكلمكم عن استعدادات المنتخبين حيان الأجواء داخل الصالة ممتعة جدا ومميزة جدا حيان الحاجة الصرة أنه أعداد الجماهير بشكل كبير جدا وفي حالة من الروح والحماس ويمكن لعبينا كانوا بيطلبوا الجماهير بالتواجد والحيان فعلا الجماهير متواجدين النهاردة في أجواء جميلة جدا وأكثر من رائعة لكل بيدعم منتخبنا الوطني اللي بالتأكيد بنتمنى له كل التوفيق في مباراته النهاردة يعني احنا النهاردة طبعا بنلعب سامي فاينل لكن هو بتعمل فاينل المبكر لأن طبعا زي ما احنا عارفين إن منتخب تونس هو الحقيقة يعني المنافس الأقوى لمنتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية لكن بالتأكيد عندنا طفة كاملة في رجال منتخبنا الوطني إن هم إن شاء الله كالعادة هيكونوا على قدر كبير من المسؤولية ويقدروا يحسنوا المبالاة لصالحهم طبعا هم استعدوا بشكل قوي جدا لها هذه البطولة شوفناهم بيواجهوا يعني عمالقة العالم طبعا سواء منتخب هولندا منتخب إدن الويج أو منتخب الدنمار كانوا بيعملوا حقيقة مباريات طيبة جدا يعني أمامهم بالتأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق لأن طبعا يا كابتن هايسن طي محررتك عارف الفائز بهذه البطولة هيتأهل مباشرة لأوليمكس باريس عشرين أربعة وعشرين فبالتأكيد ده بيكون حلم كل المنتخبات وإن شاء الله بقى البطولة تكون البطولة التاسعة لمنتخبنا الوطني بنتمنى له كل التوفيق يعني طبعا زي ما إحنا عارفين إنه مش بيكون فيه وقت كبير بين المباريات للاستعداد بشكل قوي الفريق مبارح خاد ميرانين ميران صباحي في صالة الجيم وميران الساعة خمسة مساء في الصالة عشان بقى ينقشوا بعض الأمور طبعا المتعلقة بمبارات النهاردة وكان فيه النهاردة صباحا محضرة بيق الفيديو عشان يدرسوا أكتر منتخب تونس في حالة كبيرة جدا من التركيز بين يمكن على وجوه لعيب منتخبنا الوطني وبالتأكيد منتخب تونس يعني إحنا على موعد مع مباراة كبيرة جدا وسمي فاين الحقيقة شايق جدا شاء الله يكون من نصيب منتخبنا الوطني خلوني أفكر حضراتكو بالحقيقة مشوار منتخبنا الوطني ومنتخب تونس في هذه البطولة حتى الآن طبعا منتخبنا الوطني فاز في العلامة الكاملة في دور المجموعات كان بيقع على رأس المجموعة التانية بجانب طبعا كونجو برازيبين وكاميرون وغينيا وشفنا الحقيقة بيقدم مباريات كبيرة أما في ربع النهاي فبالتأكيد واجه أنجولا وقدر أيضا يفوز عليها بفرق سكور كبير 37-25 عشان بقى يضرب موعد مع منتخب تونس وزي ما قلت سامي الفاينول بطعم الفاينول أما عن منتخب تونس فوقت طبعا كان بيبطع في المجموعة الرابعة بجانب طبعا أنجولا ونيجيريا وكينيا وضرب موعد طبعا مع غينيا في ربع النهاي وقدر يفوز عليه بنتيجة 37-24 عشان بقى يواجه منتخبنا الوطني في سامي فاينول طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله كالعادة تيكونوا رجال وعلى موعد مع هذه المباراة ونكون بنحتفل بقى مع حضراتكم في الستوديو عقب انتهاء المباراة بفوز منتخبنا الوطني وكالعادة يكون معانا لقاءات حصرية طبعا معاك يا كابتن عيسم لو عندك أي استفسرات والآن عودة لكم مرة أخرى في الستوديو هانا أبو القاسم بشكرك شكرا جزيرا زي ما حداتكم شفتم خلاص يعني في الفترات أو في المرحلة الأخيرة من التسخين بس الحقيقة النهاردة عندنا الكثير من المعلومات اللي بنحاولها نوفرها لحضراتكم النهاردة من خلال السوديو التحليلي ومحتاجين برضو نستعرض الجهاز الفني لمنتخب تونس هل هو جهاز فني وطني أم جهاز فني أجنبي وطبعا ضيفها العزيزي كابتن إبراهيم أستاذن حضرك لو تستعرض معنا الجهاز الفني لمنتخب تونس اتفضل لكابتن هو منتخب تونس بيقوده مدرب فرنسي باتريك كزال هو المدير الفني لهم ومعاه مدرب وطني شاكر خنيسي ومدير الفريق وسام حمام ده كان لعيب سابق بمنتخب الجزائري من اللعيبة الأقوية جدا مدرب حراس المرمى نعيم حمامي طبيب المنتخب الدكتور رياض سناء نعم وخليني بس أوضح كمان زي ما تفضل ضيفي العزيز وسام حمام مدرب الفريق هو جزائري الجنسية وحقق مع منتخب تونس الجنسية أنا آسف تونس أنا آسف وحقق مع طبعا فريق تونس رابع عالم سنة 2005 فإذا هو مننا الأسامي الكبيرة لتفضل يعني ضيفي العزيزي كابتن إبراهيم وذكروا كابتن إبراهيم طيب الحكمين النهاردة أفريقيين أم أوروبيين هو يمكن لحساسية المباراة والقويتها التحدي الأفريقي قرر لها اتنين حكام من الأوروبا وهي من المجر آدم بيرو وأوليفر كيس نعم الاتنين دول من الحكام من المجر وضبعا للحساسية إن ما يبقاش فيها حكامها فارقة عشان ما تعصلش أي حساسية إذن كما تفضل ضيفي العزيز وذكر الحكمان حكمان اللقاء من أوروبا من المجر وآدم بيرو الحكم الأول والحكم الثاني أوليفر كيس نرجع تاني لتاريخ مواجهتنا مع منتخب توليس وأروح لكابتن مصطفى كابتن محتاجين يمكن أننا ذكرت المباراة الأولى كانت أو البداية كانت سنة 1979 والمباراة التانية نروح للمباراة التالتة بقى ونشوف تاريخ لقاءاتنا مع منتخب تونس المباراة التالتة كانت سنة 1981 تونس فازت فيها وكانت بالعبع المركز الثالث الرابع 21-17 المباراة الرابعة كانت سنة 1983 1983 طبعا نعم فبرضو تونس كذبت في الخائط برضو نفس الوضع في تحديد المركز الثالث الرابع بنتيجة 29-24 فرق 2 المباراة الخامسة بدأنا نحن نفوذة على تونس اللي هي كانت سنة 1989 وحققت مصر الفوز في اللقاء اللي كان قبل النهائي المباراة السادسة كانت 1890 لطل الفرقين في دور المجموعات وحققت مصر الفوز من نتيجة 20-10 يعني دي طبعا جامد في المستوى ده بيدل على أن مصر بدأت تخش من نهاية آخر التمانينات نعم المباراة السابعة اللي هي كانت سنة 1892 لتقل في نهاية البطولة وحققت مصر الفوز بنتيجة 26-24 أشكرك يا كابتن واتضح جليا يعني الجيل الزهبي أو بداية دخول مصر إلى عالم الكبار كان بنهاية 89 عالم الكبار في كرة اليد أفريقيا كابتن محمد أستأذن حضاك لستأنف رحلة لقاءات المنتخبين على مدار التاريخ المباراة التمنى كانت مصلح مين يا كابتن؟ كان المباراة التمنى عام 96 كان بين تونس ومصر كان خلصت بنتيجة 18-16 منتخب التونسي وسنة 98 كان المباراة بتاعت المنتخبين في الدرقب النهائي وحققت تونس الفوز بنتيجة 26-23 المباراة العاشرة كان عام 2000 كان بدأ يخش المنتخب المصري بقوة وحقق فيها الفوز بنتيجة 18-15 والمباراة الحادية عشر كان مفروض عام 2002 وحققت تونس الفوز بنتيجة 25-19 المباراة السنية عاشرة كان عام 2004 التقى المنتخبين في نهاية البطولة وحققت مصر الفوز 31-28 ومباراة 13 كان عام 2006 التقى المنتخبين في نهاية البطولة وحققت تونس الفوز بنتيجة 26-21 المباراة الرابعة الرابعة كان سنة 2008 التقى المنتخبين في نهاية البطولة وحققت مصر الفوز بنتيجة 27-25 المباراة الخامسة عشر كان عام 2010 التقى المنتخبين في نهاية البطولة وحققت تونس الفوز بنتيجة 24-21 ومباراة 16 كانت عام 2014 قبل البطولة قبل البطولة اللي كانت أقيمت في مصر سنة 2016 كان التقى المنتخبين وحققت تونس الفوز بنتيجة 26-20 والمباراة السامنة عشر كانت عام 2016 دي كانت البطولة موجودة في مصر منظمها وحققت مصر الفوز بنتيجة 21-19 نعم بس فيه في البطولة يعني المباراة سنة عشر السبعتاشر كابتن نفس البطولة في الفاينال كابتن فوزي أستاذ الحددك محتاجين بأخر أربع لقاءات من سيادتك وتعليك عليك آخر أربع لقاءات كانت اللي هي من اللقاءة 18 لغاية اللقاءة 21 في اللقاءات دي نادر نقول إنها لقاءات نهائي احنا لتقينا في النهائي ثلاث مرات الثلاث مرات دي كانت عام 2016 ودي مصر فازت فيها 21-19 المباراة التانية اللي التقينا فيها في النهائي برضو كانت عام 2018 ودي تونس هي اللي فازت فيها كانت واحدة لمصلحة مصر وواحدة لمصلحة تونس في عام 2020 تقلبت بقاء الآية والتقينا برضو في النهائي وفازت مصر بنتيجة 27-23 أما الحادية والعشرون اللي هي آخر اللقاء اللي هو جمع ما بين منتخبين مصر وتونس ده كان في دور القابل النهائي وده انتهى بفوز مصر بنتيجة 29-27 وده كان بداية لدخول فريقة رأس الأخضر للنهائي ووصوله إلى النهائي في هذه الدورة اللي كانت اللي أقيمت في مصر إذن هذه البطولة النهاردة بتتكرر نفس السيناريو بتا عشرين وعشرين إن مصر وتونس بيتقابلوا في قبل النهائي ولكن كان اللقاء الأخير في 22 النهائي كان مصر فازت 27-25 ولكن هنا كابتن 29-27 مصر يعني المستوى متقارب يعني آخر اللقاء نهاردة فالأهدافين لمصر ممكن نشهد النهاردة دائما دائما مباريات مصر وتونس بتشهد تقارب المستوى بغض النظر عن خلال البطولة كلها أو البطولات السابق إحنا قلنا أن الريادة والزعامة في لعبة كرة اليد لشمال أفريقيا وقلناها تونس مصر الجزائر رتبناهم على حسب حصول كل واحدة فيهم على أكبر كم من البطولات تونس عشرة مصر تمانية الجزائر سبعة وكل واحدة فيهم أخذت حطبة إحنا بقلنا أكتر من ست سنوات ست مرات أو من ستة إلى أربع مرات تقريبا ما بين تونس ومصر أكتر الجزائر بتعدت شوي نعم فدائما مصر وتونس دائما بيبقى فيه حسابات أخرى غير الحسابات اللي إحنا بنبقى عارفين أشكرك كابتن إذن إجمالي لقاءتنا مع منتخب تونس واحد وعشرين مقابلة اتناشر مقابلة كانت لمصلحة تونس وتسع مقابلات كانوا صالح منتخب مصر تمنى إن شاء الله في المقابلة النهاردة 22 يكون الفوز العشر لنا إن شاء الله والجيل ده الحقيقة استحقق كده خلينا نروح لبعض الأرقام المهمة الفنية زي ما عودنا حضراتكم إن احنا بنحط حضراتكم فنيا على وضع منتخب مصر عشان أعرف رأي ديوفي النهاردة ديوفي يعني الكبار يعني علامات مضيئة في تاريخ خورة اليد في مصر مهم جدا أسمع أراءهم على بعض الأمور الفنية هروح لمنتخب أو مباراة أنجولا ليه كانت الأهم والأقوى لمنتخب مصر كانت في دور التمانية ونشوف بعض الأرقام وهبتدي طبعا بكابتن مصطفى ضيفي العزيز كابتن مصطفى يمكن منتخب مصر يصوب 48 تصويب على الهدف في منتخب أنجولا وسجل 37 هدف بنسبة 75-10% شاف دي نسبة جيدة كابتن أو لا؟ لا النسبة بتبقى يعني تعتبر يعني عادية ما فيش فيها لا عليها أو واطي قوي ليه؟ لأن لما يكون الفرق عشرة عشرة حجمات بس إنه ما يكونش فيهم التصويب بيبقى حتى من الدفاع بيبقى قوي شوية أو بتبقى أخطاء من القط الخالفي في التصويب خارج الثلاث خشبات لكن النسبة بتبقى النسبة عالية بالنسبة لل 75-10% عالية عالية مع منتخب أنجولا المتطور يعني منتخب أنجولا أعتبر منتخبات متطورة منتخب أنجولا يعني قوي ومنافس وكانت مباراة ما كانتش سهلة نعم يعني المباراة بيننا وبين أنجولا ما كانتش سهلة جدا نعم كانت من أقوى المباريات نعم وفعلا المدرب يعني أدار المباراة دي فيه تريس فيه حكمة فيه اهتمام بالمراكز الموجودة فيه حتى بالنسبة للعيبة قدر أنه هو يحرك اللعبة كلها في الملعب مع بعض وهو اللي كان قائد ماسك الفريق من من بداية الهجمة إلى نهاية الهجمة وإذا كان فيه أخطاء بتبقى أخطاء من اللعبين وإذا كان خطأ من المدرب فالعيبة هم بيعدلون يعني حضرك كابتن راضي عن هذه النسبة 75% تقريبا يعني ونص نسبة تهدفنا في مطش أنجولا حضرك راضي عنها بس برضو محتاجين نعرف تفصيلة تفصيلة الأهداف وتفصيلتها وهستعرضها مع حضركم وهسمع رأي كابتن إبراهيم عن هذه التفصيلة يمكن كان أهمها من الستة متر سوابنا 11 تصويبة وهي الأكثر اللي انتقربت من المرمى حطيت تسع أهداف كانت أكتر نسبة من التصويب كانت على الستة يارضة تاني بقى من الوينجات احنا طول المباراة تلت تصويبات من الوينجات حطينا اتنين وفي التسع يارضة سبع تصويبات حطينا أربعة هنروح بعد كده للسبعة متر حطينا تصويبة واحدة يعني تصويبة سجلناها هدف تعليق حضرتك وتحليلك لتأسيمة الأهداف دي بالنسبة لل ستة متر تقلق لعبة دايرة اللي هو أحمد عادل أو محمد مندوح حاشم في أن كل الكرات اللي وصلت لطهم حققوا بيها أهداف ودي طبعا نسبة عالية جدا يعني أحمد عادل طالع واخد أحسن لعب في المباراة أشكرك يا كابتن صح وده لتركيزه الشديد وأنه حط سبعة من سبعة الأهداف الكرة اللي جات لكلها حطها ونفس الشيء محمد مندوح حاشم الكرة اللي جات له في الشوت الثاني لما نزل غير مكانه في الشوت الثاني 11-9 نسبة عالية 11-9 نسبة عالية نسبة عالية طبعا عالية وده يعني طب ده دي اللي عليها كابتن هل تقلق أحمد عادل ومحمد مندوح حاشم فقط ولا الفيد انسايد الكور اللي كابتن زلوه مع دي الأسيست اللي اتعملوهم الأسيست اللي اتعملوهم إدى وصول الكرة لأحمد عادل مع مهارة وكفائة أحمد عادل ومحمد مندوح حاشم في استلام الكورة واختيار الأماكن المناسبة اللي تنزل فيهم الكورة بممتاز سغولة عشان يقدر يحقق فيها الأهداف طيب كابتن محمد أجل حضرتك بالرغم من نسانة هداف الفريق ولكن في مباراة أنجول احنا حطينا أو يعني صوبنا تلت تصويبات فقط على المرمى من الوينجات سجلنا اثنين وده كانت نسبة غريبة لي أنا شخصيا لأن المباراة اللي قبل كده كانت أغلب أهدافنا أو أهدافنا من الوينجات كانت عالية فالنهاردة دا يدل علي ليه النهاردة مع أنجول جبنا أهداف كتيرة من الستة متر ولكن أهداف قليلة مع الوينجات تقرأ القرية دي إزاي لا إحنا لو تكلمنا على المباراة اللي قبلها كابتن هيسم إحنا كنا تكلمت أن منتخب مصر قدر عن طريق الوينجات أنه يسجل 24 هدف عن طريق الخط الأمامي بالزبط سواء اللعيب الدائرة أو الوينجين نعم والنسبة بتاعت سند الماتش اللي فات هي ما كانتش قول إيلا سند جايب أربعة تجوال في الشرط التاني بفاص بريك هو مخاطف طب ليه في أنجولا قلت أهدافنا من الوينجات يعني النهاردة سند معنا أنه هداف أنه هو الوينجات ماشي يا كويس ليه أنجولا قلت الأهداف في الوينجات ولا أسلوب لعب أنجولا هو اللي فرض عليك لو ممكن الأسلوب بتاع أنجولا وأنه هم أرغموا حتة المنتخب المصري أنه هو يلعب في قلب الملعب شوية وبالتالي فتح صغرات لحمد عادل ومحمد ممدوح حاشم يمكن اللعيب الدائرة لوحدهم كانوا جايبين 13 هدف في المباراة دا بتاعت أنجولا من على 6 متر من الدائرة وكان سيسا وسف الدرع وسند جايبين 5 أهداف يعني أفهم من حداك النسبة كانت أقل من المباراة اللي قبلها أفهم من حداك أننا عندنا أسلحة يعني النهاردة أنا لما الوينجات تقف عندي الدائرة لما دائرة تقف عندي الخط الخلفي يعني أفهم من كلامك أن المنتخب مصري ياملك حلول أجنست أي نوع من النوع الدفاع قبل كده كابتال هيسم ما كانش فيه حتة الوينجات دي بالنسبة لمنتخب مصري كانت قليلة شوية صحيح وكنا بنعاني منها لكن الفترة الأخيرة يمكن آخر تلات أربع سنين بعد بطولة 2016 بدأ يطلع لنا كذا لاعب في مركز الوينج ليفت بالذات كان سيسا ومحمد مومن صفا وكان وجيسي في الدرع برضو وبكار كان معاهم فأصبح أن فيه تنافس في المكان دو خلق نوع من الحيرة بالنسبة للاختيارات بتاعة المركز ده بالذات الوينج ليفت لكن الوينج ليفت طبعا اللعيب الشول عندنا موجودين باستمرار وموجودين في تنافس وعندنا كذا لعب بصراحة على مستوى عالي جدا مستوى عالي جدا في الوينج رايت أشكرك يا كابتن محمد كابتن فوزي عندي رقمين مهم جدا أعرف تحليل حضرتك أول رقم هو الفاست بريك مباراة أنجولا رحنا 11 فاست بريك سجلنا 8 وفي البريك ثرو او الاختراقات اختراقنا 12 اختراق حطينا 9 تاني يا كابتن فوزي فاست بريك 11 حطينا 8 والبريك ثروح 12 حطينا 9 تحليلك يا كابتن رقمين دول طيب هو بس ماتش أنجولا بالذات انت كنت بتحاول بأقصر طريق توصل عشان تخلص الجيم لأنه الشروط الأولاني هو اللي كان يمكن فيه شوية تشد وجذب في أول عشر دقايق خمستاشر دقيقة بعد كده انت انتقلت انت ركبت الجيم وبدأت تبقى هو اللي بيجري وراك على طول 11-8 هي نسبة مقبولة بشكل ما مش مش نسبة ما انقدرش نقول انها ضعيفة أو ممكن لازم تبقى أحسن من كده في ظل حراسة مرمى أقوى لأ النسبة دي هتبقى مش كويسة لكن كمان برضو حراسة مرمى أنجولا ما كانتش بالقدر الكافي أنا متذكر إن كانت نسبة صد بتاعت حراسة مرمى الماتش اللي فات في الماتش أنجولا أعتقد كانت حوالي 13% نعم فنسبة صد دي ما تودكش الآخر الشارع نعم حراسة المرمى إذا ما كانتش نسبة صد بتاعتها فوق اللي 40% أنت بتقدرش تكسب نعم وصبا حدك شايف يعني يا كابتن فضالي وضيوف العزاء اللاين أب للمنتخب ووضح جدا تركيز اللاعبين ووضح جدا الحماس اللي نازل بيه لعبتنا بمنتخب مصر لقطات حية من أرض الملعجة وحداكم شايفين يعني أنا شايف أن دي درجة عالية جدا من الدرجات التركيزة من منتخب مصر نادرا لما بشوف طبعا منتخب مصر بيلعب بالحماس ده بس المباريات القوية لأن النهاردة المباريات النهاردة لها تقبل القسم على اتنين النهاردة لازم المنتخب مصر يفوز حتى يتأهل للمباريات النهائية عشان يلعب على بتاقة التأهل غالبا هيكون مع رأس الأخضر للأولمبيا النهاردة هو قبل نهائي وسيناريو معاد لبيتورة 2022 حيث لقى منتخب مصر ومنتخب تونس في مبارات قبل نهائي ولقى منتخب يعني أباستر أخوان كارلوس باشتير تكلم على أنه كل اللي فات إعداد لده إعداد للمطش اللي حضراتكم شايفينه ده طبعا ده موضوع ما يوترناش عندنا مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين الأوروبيين اللي بلعبوا في أوروبا منهم طبعا علي زين ويحيا خالد ويحيا الدرع وسيف الدرع وسند وشام سعيد وأناسب مهاب سعيد كل اللعبة دي بتلعب في أوروبا وحراس المرمى محمد علي طبعا بيلعب في وحسام الطيار وكل اللاعبين الحقيقة عندنا مجموعة كبيرة الأغلبية بتلعب برا مصر فإذا مروا بهذه الأجواء عندنا خبرات عندنا مستوى عندنا أجيال يعني كثيرة في المنتخب بس برضو يعني أجل كابتل مصطفى فيه رقمين يا كابتل مصطفى محتاج برضو أعرف رأي حضرك فيها خاصة نحن شفناها بتتكرر كتير مصر حققت من المرمى الفارغ حققت تلت أهداف شفنا كتير جدا من الفرق اللي احنا ملقابلها من صلابة الدفاع المصري بيطلع حارس المرمى وينزل اللاعب عشان يهجن بسبع لعبين على منتخب مصر ومصر النهاردة حققت تلت تجوان من تلت تصعوبات في الجول الفارغ دي ادي للك عليها كبير يعني هيا بتدل لنا يعني الفرقة فيه تجانس ما بين الفرقة فيه خرب في الأفكار والتدريب ما بين المدرب واللعب لأن اللاعب لازم هينفذ التعليمات المدرب اللي هو مرانه أسسا عليها ففيه ان هو الخطة نفسها اللي هما بيقدوها بداخل الملعب طبعا دي محفوظ ومين هيطلع ومين هيخش ومين هيصاو ومين هيصاقط لأن احنا بشايفين ان كل الفرق بيننا وبين مباريات تونس يمكن حضراتك للموقت الإحصائية بقى فرق هدفين يعني ست مرات فرق هدفين تلت مرات فرق هدفين تلت مرات فرق تلت أهداف بعد كده فيه فرق قرية كابتن مصطفى هستأذن حضرتك واستأذن السادة الضيوف خلاص انا شاهد لحظات وهتنطلق المباراة خلينا نطير لصالة واحد باستاذ القاهرة حيث واللقاء المرتقب مصر وتونس في قبل نهاية بتولد أفريكا في نسختها السادسة والعشرين ومعلقنا الكابتن هاب رجب كل التوفيق لمنتخب مصر اليك الكلمة يا كابتن هاب